موسيقى 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 اكيد نحن معكم اليوم تنعت التب جديدة كمان ما معلقة بموضوع الكميونيكيشن مثل قصرتوا تعرفوا انه بالحلقات الماضية كنا عم نحكي عن موضوع يلي هو متعلق بالتواصل ونقاط مهمة واساسية للتواصل وتنعرف كيف نحافز على لفل عالي وثابت اليوم بدنا نشوف شو هو المكون او الانجريدينت الاساسي تنتواصل بشكل عميل والنقطة هي انه اعرف كيف اتعاطف مع الشخص اللي عم بتحاور معه واتواصل معه يعني بكل بساطة حط حالة محله حس بوجعه بفرحه او بتعسيبه كل شخص منا عنده قصة معينة عنده موضة معين كلنا بنقطع بطبت بحياتنا والتعاطف بخلينا نحس بانهنيتنا مش كأنه صرنا ربويات بلا مشاعر وقت اتعاطف مع شخص معين بتعلم بشوف المشكلة اللي عم بيقطع فيها او افكاره من خلال عيونه بسمع من خلال ديناء من خلال خبرته وتاريخه واوقات من خلال خوفه بهالطريقة بكون عم بحس معه بلا ما احكم عليه عم بحط حالي بهز شوز تعاطف مش بس انه افهم بعقلي هي انه افهم بقلبي وبمشاعري كأنه انا سرت محل الشخص التاني اخدت نظرته حسات معه وشلت الحكم عليه مش بس هيك فرج الشخص انه هو مسموع انه انا فتت على عالمه الداخلي ع افكاره ومشاعره والفاليوز تابعه وشوف شو عم بيشوف بعويناته اليوم كل شخص بيقشع الحياة بعويناته اليوم بفلتر خاص فيه ما بيقشع الحقيقة بالمطلق بس بيشوف من خلال خبرته الشخصية اليوم تا اتعاطف معه بدي اقشع من خلال عويناته وخبرته مش من خلال خبرته ومحل ما انا واقف بدي اوقف بالزادي اللي هو فيها وحسسه انه هو مفهوم ليه بدي اعمل هيك تاقدر اتواصل وافهم الآخر لازم فوت على عالمه ما فيه ضل محله واتوقع انه افهم عليه بدي اقرب المسافة بدي ابني جسر تهين التواصل لانه اذا ما عملت هيك لحكون عم بعمل فراديات وعم بحكم على الشخص او على مشكلته من بره بلا ما اعرف قصته مثلا تخيلوا انه فيه بنت فتت على شغل جديد وشركة جديدة وبلشت تلاقي محله وتتعلم بس ايجا نهار واضطرت تفرس لانه اما فاتت على المستشفى وما كان فيها تتركها وغيبت نهارين عن الشغل وقتها رجعت من الشغل ما حدا سأل عن شو صار معه خصموله من معاشا لانه غيبت وما حدا سأل او تعاطف مع حالته وشو صار مع اما هيدا اول سيناريو تاني سيناريو صار زيت الشي مع هيدا البنت بس مديرة كان كتير صف واتف وده قال له طيط طمن كيف صارت اما كان كتير مهتم بوضعه وحسسها انه هو فهمين بشو عم تقطع لانه موقف منه هين ووقتها رجعت عالشغل ضلوا عند السنة ده ويتطمن عن اما وقال له انه هيدا وضع استثنائي وكتير دقيق انه ما تعتلهم وانه كله نحدى شو رأيكم الفرق اول سيناريو اكيد حسيت انه ما حدا فهم علي ولا حدا حس بشو قطعت فلا حتسكر طريق التواصل وتشتغل لعلي بس كروبو لانه هيك تعاملت كروبو كرقم بينما بتاني سيناريو حسيت انه مقشوعة وانه حدا حس فيه واهتم لح ترجع تشتغل من قلبها لانه تعلمت تعاملت كانسان تعاطف مش بس بخلينا نحس مع بعض بس بخلينا نصير بدنا نبادل بالمثل ونبني عالم احلى هيدا كانت نصيحتنا لليوم شوفكن اللارد مرة جاي بنصيحة جديدة